رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسمى آيات التهاني والتبركات لجلالة العاهل المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وللعائلة المالكة والشعب البحريني الكريم بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس أن هذه المناسبة الوطنية الطيبة تأكيد لروح المواطنة الصالحة والانتماء للوطن لافتن لأن حب الوطن أمر فطري ندب إليه الإسلام وحث عليه بعد ذلك بحث المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بدراسة مشروع مصحف البحرين الصوتي والمرئي الذي سيتم فيه تسجيل ختمة صوتية ومرئية كاملة للقرآن الكريم بأصوات قراء بحرينيين متقنين وفي هذا السياق كدى المجلس اهتمامه الكبير بالمشروعات ذات الصلة بالقرآن الكريم لما لها من أثر طيب على قيم المجتمع المسلم وهوية باركا الجهود الأهلية المخلصة والصادقة في هذا الصدد كما بحث المجلس عددا من المشروعات المستقبلية المقررة واتخذ فيها ما يلزم من القرارات ترجمة نانسي قنقر